تشكل التوترات المتزايدة بين باريس وروما بشأن المهاجرين محور اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل مع بروز مخاوف أخرى من ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين عبر دول البلقان الغربية ويأتي الاجتماع بناء على طلب باريس في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانية أوشين فيكينغ والمهاجرين الذين كانوا على متنها والتي رست في نهاية المطاف في فرنسا بشكل استثنائي بعدما فضت الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها